تصدر ملفاء السكن والأمن الغذائي على طاولة مناقشات مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعا اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر لمبارك رئيس المجلس من خلال طلب توفير القسائم السكنية وتوزيعها على مستحقية والتغلب على المعوقات التي تواجه توفير الأمن الغذائي عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر لمبارك رئيس مجلس الوزراء وكلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان بالتنصيك مع وزير المالية ووزير النفط والجهات الأخرى ذات السلة من أجل الإسراع بتأمين المواقع المناسبة لتوفير القسائم السكنية لتلبية الطلبات المتراكمة وتجهيزها بالسرعة الممكنة تمهيدا لاستكمال إجراءات تسجيلها وتوزيع وثائقها على مستحقيها ونقش المجلس التدابير الهدفة إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد وقطاعات المختلفة حيث استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم حول بعض المعوقات المتعلقة بتوفير الألاف اللازمة للأغنام والماشية وقد قرر المجلس استكمال بحث الموضوع في اجتماع قادم كما استعرض المجلس مضامين الكلمة الشاملة التي ألقاها سمو الأمير مؤخرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للمصادقة على دستور دولة الكويت منوها بمشاركة سموه لأبناء المواطنين في فعليات الاحتفالية التي أكيمت يوم السبت الماضي بهذه المناسبة الوطنية الطيبة مشيدا بالاحتفالية الضخمة وما شهدته من استعراضات وعرض رائع للألعاب النارية ما كان له أطيب الأثر في إدخال البهجة في نفوس المواطنين والمكيمين كما نوها المجلس إلى الحفل الذي أقيم يوم أمس بمناسبة الاحتفال بذكرى الدستور والذي قام خلاله سمو الأمير برفع الستار وتدشين الصرح التذكاري للدستور في حديقة الشهيد بمنطقة شرق ومن جهة أخرى بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي